مرحبا بكم الموقع الرسمي مينر جيت نشرح بالتفصيل بداية من طريق التسجيل من خلال هنا كل ما عليك وقت ووضع البريد والباسورد ويعادة الباسورد والإجابة عن سؤال ثم تضغط على بعد ذلك ستتوصل برسالة إلى البريد الخاص بك لتفعيل حسابك من خلالها كل ما عليك فقط وتفعيل حساب بالدخول إلى الموقع بداية من خلال لوجين تقوم بكتابة البريد والباسورد ثم لوجين هذه هي واجهة الموقع يعني الداشبورد الخاص به كما تلاحظون في الأعلى سنشرح هذه القوائم بشكل تفصيلي وسريع إن شاء الله بداية هنا أفليت بروجرام أو قبل ذلك هنا اللغات إن أردت تغيير أي لغة من الموقع يمكنك ذلك يدعم جميع اللغات من بينها اللغة العربية هنا الأفليت بروجرام تجد رابط الحالة الخاص بك نرى تدعوة أصدقائك من خلال رابطك هنا بلوكشين توجد بعض المعاملات التي تمت في الموقع هنا كالكيليتر يعني حاسب وخاصة بالموقع إن أردت حساب الأرباح مباشرة من الموقع هنا داونلود التي سيتم من خلالها تحميل التطبيق أو البرنامج الخاص بهذا الموقع داشبورد هي الواجهة الرسمية هنا هنا كلاب مينينغ وهذه خاصية جديدة أضيفت إلى الموقع وهي التعدين من خلال الموقع يعني سنشرحها في وقتها يعني لبأس هنا بولستات يعني بعض الإحصاءات الخاصة بالتعدين الجماعي نعود إلى الداشبورد هنا توجد جميع العملات التي يدعمها الموقع عملات كثيرة ومتنوعة من أهمها البيتكوين واللايتكوين وعملة المونيرو والإثريوم والداشكوين والبيتكوين البيتكوين هي عملة مفصلة عن البيتكوين لكن تشبهها في الإسم فقط يعني ليس لها أي علاقة بالبيتكوين المهم مجموع عملاتك التي تجمعها تكون في الأعلى هنا هنا تجد مجموع ما عدنته من هذه العملة هنا تجد عدد الفولات التي يعمل فيها الآخرون هنا عدد المعدنين في هذا الموقع في هذه العملة خصوصا هنا تجد درجة صعوبة تعدين هذه العملة وهذه النقطة ركز عليها بتركيز جيد جدا لماذا؟ لأنه كلما زادت صعوبة تعدين العملة كلما قلت أرباحها بشكل متوازي يعني ارتفاع الصعوبة انخفاض الأرباح هنا هذه العملة نوعا ما شدة صعوبتها عالية لكن لحد الآن هي تعطي أرباح معقولة يعني على حسب تجربة البسيطة وأرباحها صراحة في بعض الأحيان أفضل من عملة الدرجة رغم أن الدوشكوين شدة صعوبتها أقل لا بأس المهم فهمنا هذه الجزئية هنا withdraw إن أردت السحب كل ما عليك فقط والضغط هنا بعد ذلك تقوم بتحديد القيمة التي تريد سحبها والأدرس التي سيتم السحب إليها ثم payment أنا لدي سحبات كثيرة من هذه العملة سنعرف كل ذلك من خلال الhistory هنا send إن أردت إرسال بعض العملة إلى شخص ما لا بأس سنشرح هنا road history يعني بعض الإحصاءات الخاصة بالموقع هنا withdraw history مجموع سحباتك فمثلا أنا آخر سحب كان لي ليلة يوم أمس فقط قمت بسحبين وسأشرح فيما بعد سبب قيم بهذه السحبين هنا أي عملة لديك تريد أن ترى كم لديك منها من سحب كل ما عليك فقط تضغط عليها كما تلاحظون لا يوجد لديه أي سحوبات في هذه العملات معداء البيسكوين والXMR قمت بالسحب منها مرة وبعض العملات الأخرى التي سحبت منها أيضا هنا إن أردت مجموع سحباتك كاملة قل ما عليك فقط وضغط على all coins ستجد مجموع سحباتك كما تلاحظون PCN أغلبها PCN وضوشكوين وXMR وXDN تقريباً سحبات متنوعة في بداية الأمر لكن في آخر المطاف ركز على عملة PCN والضوشكوين بداية الجزء هذا واضح ننتقل إلى الداونلود الداونلود إخواني هو برنامج يعطيه لنا الموقع للتعدين من خلال جهازنا وهو محور الأرباح التي ستحصل عليها إن كان نظامك ويندوز 64 بيت كل ما عليك فقط وضغط على get it هنا إن كان 32 بيت كل ما عليك الضغط هنا لمعرفة نوع نظامك الأمر بسيط جدا ستنزل إلى جهاز الكمبيوتر خاص بك في آخر خيار وهو خصائص أو properties تضغط عليه ستعجد نظامك هنا سواء 64 أو 32 من هنا يمكنك التعرف على نوع الجهاز الخاص بك إن كان لديك أنظمة أخرى مثلا ماك يمكنك تحميل هنا لنيكس بنوعي سواء Ubuntu والأنوية Ubuntu إخواني هي نوات ولديها بعض الإصدارات يعني يمكنك تحميل هذا البرنامج لجميع أنوية Ubuntu وكذلك في دورة لمن يهمه الأمر يعني هذا الأمر بسيط هنا Calculator يعني لمن أراد حساب أرباحه سواء في التعدين على الجهاز أو في التعدين من خلال شراء طاقة تعدينية طاقة تعدينية يمكنك شراءه كما سبق ذكرت من Cloud Mining هنا إن أردت حساب أرباحك كم ستربح يعني في الساعة والأربع عشر ساعة والأسبوع يمكنك ذلك فقط هو بكتابة عدد الطاقة التي قمت التي لديك في الجهاز ستعرف كم نسبة أرباحك أما هنا فهو خاص بالعملات الفرعية مثل البيتكوين وغيرها أيضا يمكنك حسابها أغلب سرعاتنا لن تتجاوز الهاش أو الكيلوهاش لذلك لاحظ ركز على هذه النقطة إن كانت سرعتك بالهاش قم بتعديلها إلى هاش واكتب السرعة هنا سنشرح كيف ستحسب هذه الأرباح بعد قليل إن شاء الله هنا Cloud Mining يعني إن أردت حساب نسبة أرباحك من التعدين من خلال القوة الشرائية التي لديك في الموقع بداية قبل أن أشرح هذه الجزئية ننتقل إلى Cloud Mining هناك بعض الإخوان من يظن أن هذا الجزء يجب عليك دفع مبلغ ما ليسمح لك الموقع بالتعدين لا هذه هنا خاصة بشراء طاقة تعدينية تقوم بالتعدين منها من الموقع فقط وليست من جهازك يعني لو أردت شراء تعدينية كل ما عليك الضغط على Buy واختيار عدد الهاش الذي تريد شراءه أقل نسبة هي 20 جيجا هاتش 20 جيجا هاتش هذه قيمتها في البيتكوين يجب أن ترسلها إلى الموقع حتى تستطيع شراء هذه الطاقة التعدينية لحسابات القيمة كل ما عليك فقط طوال دخول إلى هذا الموقع ولسق القيمة هنا مباشرة يعني كوبي قيمتها 3 دولار فاصل 3 سنت تقريبا 3 دولار فاصل 4 سنت قيمة 20 جيجا هاتش هذه 20 جيجا هاتش عند شرائها تمر معك لمدة طويلة على ما أعتقد إلى أن يغلق الموقع لأنني لم أجد أي ملاحظات أو نسبة معينة لمدة حياة هذه الطاقة التعدينية هذا يعني أنها مدى الحياة 20 جيجا هاتش تبقى تعمل وتعمل 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 وتعطيك الأرباح لتحسب قيمة الأرباح من هذه العشرون جيجا هاتش سنعود إلى الحاسبة الخاصة بالموقع سنضغط هنا على كلاود ماينين ستقوم بكتابة 20 جيجا هاتش 20 جيجا هاتش ماذا تعطينا تعطيك 0.508 يعني 800 ساتوشي يوميا أسبوعيا تعطيك هذه القيمة شهريا تعطيك هذه القيمة سنحسب هذه القيمة شهريا كم تساوي نصف دولار يعني قمت أنت بشراء بقيمة 3.3 سنت سنفترض أنها 3.5 دولار يعني أرباحك أو رأس مالك الذي استطمرته سيعود لك بعد حوالي 7 أشهر يعني بعد 7 أشهر ستكون أرباحك صافية لكن هناك ملاحظة البيتكوين في ارتفاع مستمر يعني إمكانية أن تتقلصاته النسبة واردة من نسبة 50% ولكن هناك ملاحظة احتمالية أن تقل الأرباح أيضا واردة من نسبة 50% الموقع الآن يعطيك قيمة 23 ألف ساتوشي وخمسمائة لكن اعتبارا في الأيام السابقة ستقل النسبة لدرجة صعوبة عملة البيتكوين يعني ربما ستقل إلى 20 ألف إلى 15 ألف شهريا هذه ستكون في الاعتبار حتى لا لا تقول فيما بعد أن الأرباح قلت أو شيء ما لكن في الغالب ستعود لك رأس مالك في 7 أشهر وبعد السبع أشهر سيكون أرباح وتخيل أن البيتكوين في ارتفاع مستمر يعني أن مهما كانت الأرباح ستربح ستربح هذه من وجهة نظري طبعا الأمر بسيط جدا هنا سنعود إلى طريق تثبيت البرنامج هو عملية روتينية جدا ولتوضيح ذلك قررت أن أقوم بشرحة عن طريق نسخة افتراضية مباشرة من الجهاز لأنني سبق أو ثبت نسخة كما تلاحظون هنا سندخل بداية إلى برنامج إنشاء النسخة الافتراضية قررت أن أكمل هذا الجزء من خلال نسخة افتراضية حتى لا يكون هناك لبس في الفيديو يعني لمن لم يثبت البرنامج ستكون له دراية بطريقة تثبيته بداية كل ما عليك فقط هو تحميل البرنامج بعد ذلك تظهر لك أيقونة مثل هذه ضغط مزدوج نكست نكست إن أردت أن ينشئ لك اختصار في سطح المكتب نكست ثم إنستول هنا تشغيل البرنامج بعدها فنش هاته هي الوجهة الأولى التي تظهر لنا بداية ستقوم بكتابة البريد الخاص بك هنا ثم الباسورد هنا ثم تضغط على لوجين انت ستارت ماينين هاته هي وجهة البرنامج كما تلاحظون الأمر بسيط جدا سنعود الآن إلى الجهاز يعني الخاص به سنقوم بالضغط بداية ستكون قد فتحت هنا ظهرت لنا بداية هاته الواجهة هاته الواجهة هي خاصة بالسطار السمارت ماينين يعني التعدين الذكي في الغالب التعدين الذكي يكون على عملة المونيرو في أغلب الأجهزة لذلك لإن أردت التعدين الذكي كل ما عليك فقط والضغط هنا على ستارت ماينين ويبدأ التعدين وهنا سيعطيك الخيارات المناسبة لجهازك وطبعا ناتي الخيارات نوعا ما ضغط على الجهاز سنقوم بإيقافها سنشرح أجزاء هذا البرنامج هنا هنا والت يعني إن أردت السحب مباشرة من هذا البرنامج يمكنك ذلك وبحث سحب مباشر كأنك تسحب من الموقع كل ما عليك فقط واختيار العملة ثم الضغط على ويدرو بعد ذلك تقوم بكتابة القيمة التي تريدها وتقوم بكتابة الأدرس التي سيتم الإرسال إليها ثم تلغط على ويدرو هنا هذه هي رسوم السحب يعني التي سيتم اقتطاعها من القيمة الخاصة بك لذلك دع هذه القيمة الموجودة في حسابك حتى لا يتم تعطيل السحب سمارت مين تم شرفها مينر هنا تقريبا مربط فارس كما يقال هنا في القسم الأيسر هنا تجد العملات التي توجد في البرنامج إن لم تظهر لك جميع العملات كل ما عليك فقط الانتقال إلى view ثم وضع علامة على العملات حتى تظهر لك جميع العملات أو تقوم فقط بوضع العملات التي تريد تعدينها حتى يصغر حجم النافذة هنا سيفيو مين كما تلاحظون هنا التعدين من خلال المعالج يعني هنا إن كان لديك معالج ثناء النواد ستجد اثنان أو رباعي أو ثماني وهناك على ما اعتقد أكثر لكن أغلبنا إما لديه اثنان أو أربعة وفي الأجهزة الجديدة الآن توجد فيها إلى غير ثمانية المهم إن كان لديك اثنان فقط عد بواحدة فقط إن كان لديك أربعة عد باثنان وإن كان لديك ثمانية عد بأربعة هذه القيم يعني القيم المثلة ليكون جهازك في راحة يعني لا يكون ضغط كبير على الجهاز أما هنا الجي بيو مين فهي خاصة بالتعدين من كرت الشاشة على حسب الأنوية الموجودة في الكرت الشاشة الخاص بك يمكنك التعدين في الغالب هي اثنان هي الأفضل وهنا ما بين ثلاثة والاثنان الاثنان طبعا هي الأفضل كل ما عليك فقط هو الضغط هنا على ستارت مين لتبدأ التعدين باستخدام السي بيو يعني المعالج الخاص بك عندما تضغط هنا نستنتقل إلى الموقع إلى الداشبورد ستجد أن العملة التي اخترتها في التعدين قد أصبحت على شكل لون أخضر كما تلاحظون هذا يعني أن العملة بدأت في التعدين يمكنك اختيار عدد العمل التي تريدها لكن أنصح باختيار عملة واحدة على الأكثر حتى لا تلغط على جهازك بشكل كبير نعود إلى البرنامج الآن إن أردت التعدين باستخدام الكرت الشاشة أيضا يمكنك ذلك فكل ما عليك فقط تضغط على Start Mining كما تلاحظون بدأت التعدين من خلال كرت الشاشة بما أني أقوم بالشرح لا أحب أن يكون هناك ضغط على الجهاز لذلك سأوقف التعدين هنا التعدين من خلال البولات يعني التعدين الجماعي وأنا أفضل التعدين الجماعي لأن نسبة الأرباح فيه كبيرة جدا أفضل يعني من التعدين الفردي هناك من سيقول لماذا الأمر بسيط أخي كريم سنفترض أو نتخيل أن التعدين أن هذه العملات موجودة في سخرة وهذه السخرة توجد في وسطها العملة عندما يكون مجموعة كبيرة من الأفراد يعدنون مع بعض سيتم تحطيم أو تكسير هذه السخرة بسرعة كبيرة وذلك سينتج عنه أنك ستأقض أرباحك بسرعة كبيرة الأمر بسيط وواضح يعني وأرباحك ستكون على قدر تعب الجهاز خاص بك لو كان جهازك سريع ستكون أرباحك أكبر إن كان بطيء ستكون أرباحك على قدر المجهود طريقة إضافة بول لهذه العملة سيكون عن طريق روابط مخصصة بداية لبدء التعدين كل ما عليك فقط الضغط على Start Mining في CPU وإن أردت GPU أيضا يمكنك ذلك أيضا ستجد أنها أصبحت خضراء كما تلاحظون هنا ويبدأ التعدين لمن أرد التعدين الجماعي سأضع لكم روابط هذه البولات وهي مخصصة لعدة عملات من البيتكوين إلى غاية الإنفو 8 سنفترض أنك تريد مثلا تعدين عملة المونيرو سنقوم بنسخ هذا الكود ثم تأتي إلى هنا في قسم Paul URL تقوم بلسقه هنا تقوم باختيار أي اسم مهما كان يعني سنختار مثلا اسم العملة هنا تقوم بلسق البريد الذي تسجلت به في الموقع ثم تضغط على Add Paul كما تلاحظون تم إضافة Paul XMR سنقوم بالضغط على Start Mining سيبدأ التعدين في عملة المونيرو سنرى في الموقع نعم هي هنا كما تلاحظون تم إضاءة عملة المونيرو وإن شاء الله ستكون أرباحك أسرع بشكل ملحوظ ليس شكل سريع لكن أرباحك ستكون ملحوظة نوعا ما الأمر كما لاحظنا إخواني بسيط جدا سنوقف التعدين هنا بوك مارك يعني يمكنك معرفة إحصائيات جهازك والأفضل أن تقوم بتطبيق هذا الخيار حتى يقوم البرنامج بأخذ معلومات من جهازك بأفضل العملات التي يمكنك تعدينها والتعدين سيكون في Smart Mining مرة أخرى يعني لو أردت أن يقوم الموقع أو البرنامج بأخذ إحصائيات من جهازك بأفضل العملات يمكنك فقط من خلال هذه البوك ماركينغ المهم سندعوها تنتهي تكمل وحدها هنا هذه الصور فراعة لا أدري ما هي لكنها على أغلب الظن تكون تحفيزات أو مدى قوة تعدينك وغير ذلك ولا تهمنا في أغلب الظن هنا منيو يعني البيانات الخاصة بك إن أردت الخروج من البرنامج من خلال من حسابك أضغط على Logout إن أردت الخروج من البرنامج أضغط هنا تجد هنا العملات إن لم يظهر لك التعدين الجماعي أضغط هنا حتى يظهر لك التعدين الجماعي هنا هذه معلومات عن العملات Option بعض الخصائص هو عند التصغير نافذة تنتقل إلى Task Manager هنا عند حفظ غلق البرنامج يحدث فقط من النافذة الخارجية هنا يعطيه أولوية على الباقي البرامج هنا يشتغل البرنامج مع اشتغال الجهاز هنا إعدادات البروكسي إن كان لديك بروكسي وتريد التعدين من خلاله يعني لا تستخدم النت خاص بك إنما تدخل من خلال بروكسي تم سبق وشرحنا هذا الجزء في شروحات سابقة خاصة بتغيير الـ IV وغير ذلك المهم هل هنا بعض المعلومات إن أردت معلومات عن البرنامج هنا About يعني مجموعة معلومات عن النسخة الحالية الخاصة بك كما تلاحظون 64 هذه كلها أمور بسيطة جدا كما لاحظنا إخواني الموقع بسيط جدا والبرنامج سهل جدا هناك نقطة أحب أن أذكر بها جاءتني بعض التعليقات من بعض الإخوة أنه لا توجد لديهم أي عملة هنا رغم أنهم يقوموا بالتعدين صراحة هذه النقطة لا أفهمها كثيرا لكن كما تلاحظون أن جميع العملات التي عدنتها توجد فيها أرقام وكل ما عليك فقط هو ترك التعديل لمدة ما ولن يأخذ منك الموقع يعني أرباحك يعني لن يسرقك الموقع كل ما عليك فقط التعدين وعندما تجمع مبالغ ما ستضاف إلى حسابك مباشرة الآن سننتقل إلى طريقة سحب من الموقع سحب أرباح التعدين سنتج إلى الموقع كل ما علينا فقط لسحب أي عملة ما هو الضغط هنا على Withdraw بعد ذلك سنقوم بكتابة الأدرس حاليا الموقع لم يعد يدعم موقع Heed أصبح يدعم موقع شنجلي هذا موقع جديد يدعمه الموقع سنضغط هنا ونفتحه في نافذة أخرى بداية يجب أن يكون لديك حساب في هذا الموقع لتتم عملية السحب كل ما عليك فقط هو الضغط هنا على Sign Up بعد ذلك تقوم بكتابة البريد الخاص بك ثم Continue Sign Up هكذا تكون قد تسجلت يعني أمر بسيط جدا لا أعتقد أنه يرسل إليك بريد لتفعيل حسابك لكن تأكد من بريدك إن وصلتك أي رسالة من موقع شنجلي عملية الدخول أيضا بسيطة من خلال Login ثم كتبت بريد والباسور ثم Continue Your Change هنا تجد معاملاتك التي قمت بسحبها كما سبق وذكرت في بداية الشرح أني قمت بسحبين السحب الأول كان إلى محفظتي في إكزابو والسحب الثاني كان إلى موقع UB.NET لكن جاء لاحظت مفاجأة أن السحب الأول لم يصلني نهائيا أو وصل لكن تم اقتطاعه كرسوم ما بين موقع شنجلي وموقع إكزابو بداية سندخل إلى حسابي في إكزابو لنشاهد ذلك سندخل الآن إلى محفظة قمت بتخصيصها لماينر جيت كما تلاحظون صفر لا توجد فيها أرباح كما تلاحظون هنا صفر قمت بإرسالها يوم أمس فقط يعني كان أول سحب كان بها إلى محفظة في إكزابو ولا توجد لديها أي أرباح كما تلاحظون أرسلت إليها 38000 ساتوشي تم اقتطاع 38000 ساتوشي هذا سيكون عبارة عن تنبيه وملاحظة هامة للإخوان بأن لا يبعثوا أرباحهم إلى إكزابو أو بلوكشين أو غيرها من المحافظ إنما قم بإرسالها إلى مواقع التداول ومن أشهرها وأفضلها موقع UB.NET الذي سبق أو شرحته فيما سبق سننتقل إلى الهيستوري هنا ثم إلى الديبوزيت آخر سحب كان بالبيتكوين هذا هو السحب قمت بإرسال أربعة وأربعون ألف ساتوشي سنعود إلى تشانجلي هذه هي الأربعة وأربعون ألف ساتوشي التي أرسلتها قمت بإرسال تحويل 900 PCN أو بيتكوين إلى عملة الساتوشي كما تلاحظون وصلت كما هي على العكس بل زادت هنا أربعة وأربعون ألف ومئة وأربعة وتسعون بارتفاع وانخفاض البيتكوين في تلك اللحظة زادت نوعا ما هي 195 يعني لم تنقص بل زادت هذا الأمر إخواني هام جدا تتعب على تعدين العملة ثم تذهب في الرسوم في الطريق يعني قبل أن تصل إليك يتم اقتطاع نصفها أو تذهب كما ذهبت لي كلها لذلك حذاري من هذه النقطة الآن ننتقل إلى طريقة السحب تذهب مثلا إلى الوالد هنا سنقوم بأخذ أدرس الخاصة في البيتكيسي سنضغط على رمز الزائد ثم ننسخ الأدرس الخاصة في البيتكوين نعود إلى موقع تشينجلي سنفترض أنك قمت بالتسجل في الموقع قبل أن ننسخ الأدرس من موقع بداية سنقوم بتحديد العملة التي سنسحب منها مثلا هنا توجد كثير من العملات من بينها البايتكوين سنبحث عنها هاي بايتكوين هنا سنختار العملة التي سنحول إليها وهي البيتكوين هنا سنقوم بكتابة المبلغ الذي نريد إرساله إلى هذا الموقع بداية سنعود إلى هنا لديها 1926 سأسحب مثلا 1900 فقط هنا قيمتها بالبيتكوين كم تساوي سنقوم بالضغط على إكشتشينج بعد ذلك هذه القيمة التي لدينا هنا بعد الاقتطاع تم اقتطاع فقط 922 ساتوشي يعني ليس مبلغ كبير جدا لا بأس به معقول نضغط على نكست ثم هنا نقوم بكتابة الأدرس البيتكوين الخاصة بنا التي سيتم الإرسال إليها كوبي صراحة إخواني موقع تشينج لأفضل من موقع هيت بيتي سي بكثير لسهولته وسرعته وبالإضافة إلى قيمة الرسوم مخفضة جدا في هذا الموقع نضغط نكست ثم نضغط هنا على كونفيرم ماك بايمنت هنا الأدرس التي يجب أن نرسل إليها الفايتكوين الخاص بنا نضغط هنا كوبي أدرس كما تلاحظون هنا ظهرت كوبي يعني تم النسخ نعود إلى هنا ثم نقوم بلسق هذه القيمة هنا باست قمنا الآن باستيراد باستيراد 1900 كما تلاحظون هنا هنا نقصت لنا واحد جزء بسيط من الفايتكوين سنقوم بوضع فاصلة ثم صفر واحد حتى تكون القيمة كاملة كما لاحظتم أصبحت 1900 هذه نقطة هامة جدا ثم تضغط على ويدرو كما تلاحظون إخواني تمت عملية الإرسال بنجاح بعد حوالي نصف ساعة إن شاء الله سيسل السحب سنقوم بغلقاته هنا ثم نقوم بعمل رفريش للصفحة لنتأكد كما تلاحظون بقيت لي 26 عملة فقط من الفايتكوين الآن سنعود إلى هنا بعد أن يصل المبلغ إلى هذا الموقع ستبدأ عملية الكونفيرم إخواني الأمر يتطلب بعض الوقت لمعالجة المبلغ المدفوع بداية سنعود إلى الموقع هنا ويدرو هستوري كما تلاحظون إخواني هي الآن بيندينغ بعد أن تتحول إلى سنت سألتقط لها صورة بأنها تم تفعيلها وتم قبول المبلغ يعني تم إرساله نعود إلى ubi.net سنقوم بعمل رفريش للصفحة ثم ننتقل هنا إلى هستوري سننزل إلى قسم ديبوزيت كما تلاحظون إخواني آخر إرسال كان لي بعملة الإثريوم يعني بعد وصول المبلغ سيكون فوق هذا الإثريوم يعني PTC قبل أن أختم الفيديو إخواني أحب أن نوه إلى أمر بسيط فقط هنا في الداشبورد إن أردت معرفة إجمالي ما هو موجود في حسابك كلية من جميع العملات في البيتكوين تجده مكتوب هنا بالدولار وباليورو أيضا يمكنك تحويله مباشرة من خلال هذا المكان هذا يعني إجمالي ما هو موجود في حسابك وأيضا هناك موقع آخر أحب أن تستفيدوا منه وهو هنا في قسم تحويل العملات في الصفحة الثانية هذا الموقع جيد جدا لمعرفة قيمة العملة التي لديكم فيه جميع العملات مهما كان اختلافها مثلا سنقوم بنسخ البيتكوين كوبي سنعود إلى الموقع كل ما عليك فقط ووضغ لسق أي هنا ثم البحث عن العملة هنا تجد قيمة العملة سننزل الأسفل هنا بريس بايتكوين سعر العملة يعني هنا يمكنك حساب عدد العملات التي لديك في البايتكوين إلى PTC أو العكس من هنا بايتكوين إلى دولار مثلا مثلا 1900 سعرها 4.7 دولار يعني تعطيك تقريبيا لأن المبلغ هنا ليس مثل المبلغ في تشانجلي مبلغ تشانجلي أقل نوعا ما لكن لا يوجد لدينا بديل يعني لا يوجد حل آخر لاستخرج أموالنا من موقع من غير تشانجلي يعني ستكون أرباح ما بين 4.1 دولار إلى 4 دولار فقط لكن لا بأس المهم هي أرباح على كل الأحوال وليس بمجهودك الخاص بل بمجهود الجهاز الخاص بك لذلك لا تستهين بهذه الأرباح لكن كما سبق أو ذكرت في البداية التعدين لمدة طويلة على الجهاز قد يؤثر بالسلب لذلك عندما تكون تعمل في جهازك يمكنك تشغيل التعدين وعندما تنهي عملك قم بأغلاغ الجهاز حتى لا يكون ضغط كبير على الجهاز إن أردت التسجيل في الموقع سيكون رابطه أسفل الفيديو أو تجده في الموقع الخاص بي وأيضا يمكنك الدخول إلى هذا البرنامج من هنا من خلال هذه الأيقونة اضغط هنا ستجد الأيقونة هنا يمكنك الدخول إلى الموقع مباشرة يعني من خلال هذا البرنامج لمن أراد تحميل هذا البرنامج سيكون رابطه أسفل الفيديو في الوصف إن كان لديك أي سؤال أو تعليق أو أي استفسار كل ما عليك فقط وضعه أسفل الفيديو في المكان المخصص له أسأل الله أن أكون قد وفقت في هذا الشرح دمت في حفظ الله وعونه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر